يجي القصة الليفر حقيقة وانتقادات كبيرة جدا حقيقة بتوجه ليورجين كلوبش بس صلاح صلاح طبعا بما انه نجم الفريق وخصوصا بعد رحيل ساديو مانيه ما اعتقدش النهاردة بقى فيه نجم بحجم او بتقل صلاح جواه فريق ليفر بول فيه لعيبة كتير مهمة في في فان دايك في هندرسن في فرمينيو في نونيز طبعا الصفقة الكبيرة جدا اللي كان معقدة عليها امال كبيرة جدا السنة دي جوتا دياز كلهم لعيبة كبيرة جدا طبعا ما حدش قال لكن يبقى صلاح في حتة تانية وبالتالي لما بتتراجع نتاج النادي ليفر بول بيبقى اللوم اكبر شوية على محمد صلاح المسئولية اكبر شوية على محمد صلاح لكن جامي كارجر طبعا واحد من نجوم ليفر بول التاريخيين اتكلم في النقطة دي تحديدا وقال مش بس على صلاح يعني هو مخصش صلاح بس بالكلام ده لكن نتكلم على تراجع مستوى عدد كبير جدا من النجوم اللي اثر بشكل ما على مستوى ليفر بول وقال في النهاية هم بشر عندهم قدراتهم وعندهم وتكلم لما تكلم على صلاح قال غالبا صلاح مجهد نتيجة الجهد الكبير جدا اللي قام بيه على مدار السنوات الاخيرة ده ممكن يديله العذر انه مسجلش غير هدفين بس في بداية البطولة المقارنة طبعا اللي بتحصل مع واحد حائز او حاصل على لقب حداف الدوري الانجليزي لاربع مواسم متتالية لما تيجي تقارنه النهاردة مع واحد زي ايرلينج هالند لسه بيبتدي مشواره في الدوري الانجليزي ومسجل 11 هدف في 7 مطشاط مقارنة ظالمة جدا وبتمثل ضغط كبير جدا على صلاح خصوصا انه دور صلاح مع الفريق اختلف بشكل كبير جدا عن ادواره في المواسم الاخيرة خد بالك انه ترتيب البطولة او ترتيب جدوى للبريمير ليج فيها الزات كتيرة جدا حصلة في معظم الدوريات يعني يبص على البايرن في المانيا حتى ايه بيعاني بايرن النهاردة رابع او خامس الصدارة النهاردة لبروسيا دورتموند في انجلترا كل الكبار بلا استثناء بيعانوا باستثناء الطبيعي السيتي طبعا ده يعني ده في حتة تانية السيتي في حتة تانية السنة دي خالص ومعه الحقيقة اللي مبتدين بداية قوي جدا توتن هام والارسنر والاثنين كانوا بعاد السنوات اللي فاتت لكن تبص على اليونيتد متأخر تبص على تشالسي متأخر وتبص على ليفر متأخر جدا 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 جدا